عن الوزير الأول الأسباق أحمد ويحيا الذي يعتبر بلا أدنى شك الوجه البشع للنظام الجزائي هو هو بنفسه سبق وأن قال أنه صاحب المهمات القذرة فهل يا ترى ما يحدث له الآن هي في نظره مجرد مهمة قذرة ستنجلي لاحقا وتزول بطرق ما أو أن الرجل توهم أشياء كثيرة غير أن تلك الأوهام تحولت إلى كابوس حقيقي في سجون الجزائر في البداية نستمع إلى هذا المقطع من أحد حوارات أحمد ويحيا ثم نعود إليك تشوفش بأنه لما جيت كوزير أول في هذه القرارات فيه خطر على شعبية أحمد ويحيا والآلندي من جهة تشوف الشعبية سمح لأنه الوزير الأول لماذا نقول هذا الكلام سيدنا من العام؟ الوزير اللي كان من قبلك سيد عبد المجيد تبون رغم كل شيء كان يمد في خطاب مطمئن جدا ما هيهنية أنا ما ليش فيت منافسة مع أي إن كان أنا ما جيش باش نكسب شعبية جيت باش نخدمه وطم نعطى لي كل شيء وجيت باش نخدم شعب ننتمي إليه وجيت باش لدي مهمة شرفني بها رئيس الجمهورية فأدى المهمة شوف نقول لك في خدمة في العلاقة ما بين المواطن وبلد بلاده كي اللي يستشهد جسدي باش يحررها كي اللي يستشهد جسدي باش يحميها كي اللي قادر حتى يستشهد سياسيا ما بين القوسين مش تمشي مش شعبية وش تزيد وش تنقص استعد تستشهد سياسيا تقول الجزائر بخير نعيش فيها كمواطن في بلد هاني في بلد نشوف فيها ولاد ولادي نجد الآن نشوف عندهم مستقبل هما كذلك ولاد 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 الناس كله ولاد شعب نعم كما استمعتم إلى هذه المداخلة أو هذا المقطع من الحوار الذي أجره من قبل أحمد ويحيا والذي عاد وهذا الحوار أجراه بعد عودته إلى رئاسة الحكومة بعد إقالة الوزير الأول أنا ذاك عبد المجيد تبول والغريب العجيب أن الرجل تحدث بمنطق أمين عام لحزب سياسي وهو الأرندي ولكنه عندما سئل عن الشعبية أنه لم يأتي من أجل كسب شعبية هذا تناقض عجيب من المفروض عندما يتحدث بمنطق أمين عام حزب سياسي أول شيء هو الرهان على الشعبي أنه يبحث عن شعبية لحزبي يوصل أفكاره للشعب الجزائري ينال رضا الشعب الجزائري على هذا الحزب ولكن لماذا أو يحيا قال أنه لا يبحث عن شعبية لشخصه أم لحزبي إن كان لشخصه فهو يدرك تماما أنه لا شعبية له لا يوجد وزير أول عبر مسير التاريخ الجزائري نال كره الجزائري مثل أحمد ويحي لذلك صار قضية الشعبية لنفسه لا تهم فهو الذي يهمه رضا رئيس الجمهورية آنذاك عبد العزيز متفريقة هذا الذي يهمه أما بالنسبة للحزب حزب الأرندي يدرك تماما أحمد ويحي أن هذا الحزب هو حزب الإدارة وأن ما يحققه من مكاسب شعبية في البرلمان أو في المجالس الولئية أو المجالس البلدية هي عبارة عن قوطات تمنح له من الإدارة وليس من طرف الشعب الجزائري إذن لم يخطأ أحمد ويحي أنه جاء يبحث عن الشعبية يدرك تماما أنه شخص غير مرغوب فيها على المستوى الشعبي وأن حزبه حزب الإدارة ليست له أي شعبية والأرقام التي تقدم هي أرقام تمنح له بسبب رضا السلطة والأجهزة عليهم